نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسماً توضيحياً يصلت الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على المناطق غير الأمنة لضمان حق المواطن في حياة أمنة وكريمة ونجحت مصر خلال سنوات معدودة من القضاء على العديد من الأماكن غير الأمنة بمحافظات الجمهورية المختلفة تسع سنوات من العمل الشاق خاضت فيه الدولة تجربة استثنائية في القضاء على المناطق غير الأمنة لضمان حق المواطن في حياة كريمة على مدى نحو عقد من الزمن تسارعت خط الدولة من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية تضافرت معها جهود العمل الأهلي والقطاع الخاص كل ذلك أدى لتغيير إيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة فالقضاء على المناطق غير الآمنة حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في عام 2021 إلى اهتمام القيادة السياسية بملف تطوير المناطق غير المخططة باعتباره إحدى أهم أولوياتها بدوره أكد برنامج الأغذية العالمية في عام 2023 أن مبادرة حياة كريمة أثبتت النهج المتكامل في التنمية حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية بالمناطق الريفية من جانبه أشهد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2020 بمشروع الأسمرات وأشر إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة هذا وقد أبرز التقرير تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان المناطق غير الآمنة من إجمالي سكان الحضر في عام 2022 حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ 95.9 نقطة في عام 2014 وبلغت تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة 63 مليار جنيه فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكانية استفاد منها مليون ومائة ألف مواطن لتعلن مصر خلوها من المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2022 وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه علماً بأن 15 مليون نسمة يقتنون تلك المناطق فيما أعلنت الدولة أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030 وفي سياق متصل تم تطوير الأسواق غير المخططة بتكلفة وصلت إلى 44 مليار جنيه بإجمالي 1105 أسواق حيث أعلنت الحكومة أن مصر ستخلو من الأسواق غير المخططة بحلول عام 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر